تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالتحقق من توفر المنتجات والسلع الاستهلاكية الأساسية وأسعارها عقد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة اجتماعا موسعا مع عدد من الشركات المنتجات الألبان وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الوزارة والمعنيين بما يسهم في تأمين احتياجات السوق المحلية وقد أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة على أهميات توفير هذه المنتجات والتي تعد من السلع الاستهلاكية الرئيسة لإضمان سيابية الحركة السلعية في الأسواق المحلية منوها بمواصلة المساعي لدعم المنتجات الوطنية الغذائية بمختلف أنواعها والعمل على التوسع في إنتاجها لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارة وأصحاب الشركات الغذائية للعمل على تجاوز التحديات التي قد تؤثر على حركة السوق بما يتواءم مع الجهود المبذولة لحماية المستهلكين وتوفير كافة السلع الغذائية وضمان عدم التلاعب بأسعارها وأعرب الزياني عن الشكر للدور الكبير الذي تقوم به شركات الألبان التي تعمل في مملكة البحرين وسعيها لتوفير خدماتها ومنتجاتها بشكل متطور دائما بما يدعم السوق البحريني بشكل خاص معربا عن ذات السياق عن شكره وتقديره أيضا على ما أبدوه من سرعة استجابة وتعاون ملحوظ مع الوزارة والجهات المعنية لضمان استقرار السوق المحلي ترجمة نانسي قنقر